في البداية خلينا نقول مبروك لفريق كرة السلة للبنات في النادي الآلي اليوم فاز ببطولة كأس الصوبر بعد تفوق كبير جدا على فريق الجزيرة 72-43 المباراة كانت في صالة الدكتور حسن مصطفى في أكتوبر وشاهدت أداء قوي جدا من جانب لعبات النادي الآلي منذ البداية يمكن الفترة الأولى انتهت 27-14 والتانية 48-26 والتالت 64-37 وانتهت المباراة بنتيجة 43-72 عشان يحقق الفريق أول بطولة له في هذا الموسم وبيعوط فيها بخسارة دور المرتبط الأسبوع اللي فات واللي كان على أثرها الكابتن محمود الخطيب التقى هذا الفريق من يومين كابتن طارق خيري المدير الفني شكر اللاعبات وأشاد بهذا الأداء القوي وقال طارق خيري أنه كابتن خطيب كان له دور كبير في تحفيز الجهاز الفني واللعبات من خلال جلسته الأخيرة معاهم قبل 48 ساعة من المباراة وقال أنه الفريق حيبز القصارة جهدوا في الفترة القادمة للفوز بكل البطولات وتعويض الجمهير عن ضياع دور المرتبط اللاعب المرتبط هو الغريب شوي أنت السنة اللي فاتت يعني تفوقها كان ملحوظ جدا المعادلة ما كانش فيها نادي سبورتنج نادي سبورتنج قدر يخش بقوة جدا في المطشين بتوع الفريق الأول على نفس الصالة من عدة أيام استطاع أن يفوز على نادي الأهلي مرة يعني تاني مرة على نفس الصالة اللي أنا عايز أقوله المرتبط عمل اللي عليه لكن الفريق الأول قدم مبراطين الأولى سيئة جدا التانية لحد الثلاث فترات كان متفوق ب15 بنت حدث شيء ما كانتش حد في حالته النهاردة وكان اللاعبات يعني جراء زي الجلسة مع وده حرص الكابتن الخطيب يعني نادي الأهلي بيشتغل من أجل السعادة الجماهير قال لهم احنا عملنا لكم كل حاجة كل اللي طلطوحة أنا أنتوا أين أنتم ها يعني انتوا فاتوا كل البطولات السنة اللي فاتت ما ينفعش نبقها كده كل ما تاخدوا دعم نخسر بطولة فطبعا كان يعني فوز مهم جدا بأول بطولة تخش ولعل الكابتن طاري يكون حط ييده على الأسباب بقى يعني حتى النهاردة اللاعب المحترفة سمعت إنها لأن أنا ما شفتش الفترات الأخيرة كنا في السوديو بنجهز لكن سمعت إن المحترفة قدت ماتش يعني يكاد يكون أفضل ماتش له في كل الأحوال بس أنا كالعادة لا يخلو تخلو مباراة في أي لعبة من إصابة مقلقة لحد من أهم عناصر رعب رانيم الوليلي آه الوليلي خارجة بتقرب وبتنط على رجل واحدة حد يطمنا جماعة يقول لنا إيه الإصابة من فضلكم لأنه برضو يعني حاجة مزعجة جدا إن كل لعبة طبعا المباراة دي برضو تقلقت فيها بنت نادر السيد اللي انتقلت إلينا هذا الموسم وكان بالمناسبة بشجحها في الصالة أي فأهي في الكادر معنا نديني السلعون أي مكسب بكل تأكيد أكيد إحنا عايزين نقول حاجة يعني إذن هذا هو الاحتراف أنت شفت مصلحة بنتك فين وبنه لا ما تندمش طيب سوريا محمد نجمة الفريل حياة قالت كابت النادر أهو بيصور مع بنته مع أول يعني يفوز لها مع أول كاس سوريا كمان قالت أنه شخصية الأهلي كانت وراء هذا التتويج وقالت أنه الفريق استعاد مقومات شخصية الأهلي وقالت أن الشخصية كانت حضرة بقوة في المباراة كان عندنا تركيز شديد وكان عندنا إصرار ورغبة على تحقيق اللقب قالت أن الفريق تعامل مع الموجة باحترام شديد وقالت أنه كان فيه روح عالية في الأداء قالت أن اللقب تحقق في ظل صعوبات بلغة بسبب تلاحهم المباراة ووجود حالة من الإجهاد الشديد وقالت أنه الأهلي عنده إصرار كبير على الفوز بكل بطولات الموسم لتعويض خسارة دور المرتبط نتمنى هذا لأن يعني طبعا عايبقى التحدي بالصمرار من مباراة مع سبورتينج سبورتينج مختلف تماما عن الموسم الماضي معه محترفة بسم الله ما شاء الله قوية جدا يعني أعتقد أن نحن خلاص في هنا نلعبهم إزاي بس يبقى نمشي على نفس الوثيرة من أول ثاني إلى آخر ثاني لأن التراجع في آخر الوقت ده يمكن يكون فعلا كابتن طار أما قال للإجهاد ممكن يكون سبب الإجهاد